موسيقى مساء الخير وإلى حلقة جديدة من منشات المساء هذه الحلقة ضيف هذه الحلقة المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات سامي عطلة موسيقى على مشارف الدخول في الشهر الرابع من تأليف الحكومة تزداد الأمور صعوبة وتعكس عجز الأفريقاء في إيجاد أرضية من التوافق على الحصص والحقائب أمام أجواء إقليمية ودولية تشي بارتفاع سخونتها ما يرفع المخاوف من تدعياتها على لبنان إنها الحلقة الكبيرة التي يدور فيها الوضع حيث الأولوية لتقاسم النفوذ وتحقيق المصالح الخاصة فيما المواطن عالق في حلقة صغيرة محاصر بكل أنواع الضغوطات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية ولا من يسأل ولا من يحزنون متى سيتم كسر الدوامة الحكومية؟ وهل من سبيل لتحريك قضايا الناس في ظل رتابة تصريف الأعمال؟ وهل لبنان بمنأة عن الصراعات الإقليمية والدولية؟ في حلقة الليلة من منشات المساء نستضيف المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات سامي عطلة نرحب بإطلالته الأولى عبر إذاعتنا كما بكل المستمعين والمتابعين لصفحتنا على الفيسبوك 100.5 مساء الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذ سامي عطلة بأول إطلالة لإلك عبر مشهة المساء من صوتي لبنان مضبوط شكرا لها الدعوة أهلا وسهلا فيك السؤال الطبيعي اليوم مش أول مرة منمر بتشكيل حكومي ولكن هالمرة عم نحسة إلى وقع أكتر قوة ضاغط أكتر على المشهد الداخلي اللبناني ما كنا بنعرفه سابقا اليوم وين بتحس أنه فيه دلالات مؤشرات أنه هذه المرة تشكيل الحكومة له تعقيدات جدا صعبة وما عم نقدر يكون فيه إلى حال حالي مضبوط ويا فعلا نحن عنا تحديات كبيرة خصوصا للرئيس المكلف لأنه فيه تحديات داخلية وتحديات خارجية وهنا مرتبطين ببعض مش لنقول كأنه هنا شي منفصلين وهذا للأسف قدينا نبلش أنه عندنا أحزاب سياسية عندها صلة كتير قوية مع الخارج وبتفرض على داخل أمور وبتعقدها بشكل أنه ليس هناك من السهل أنه تنقلف حكومة وكأنه ويريد الخلاف هو خلاف اقتصادي اجتماعي أو في رؤية اقتصادية اجتماعية ولكن الخلاف على حصص على مقاعد على حقائب على وزارات من جهة وهون فيها نحكي شوي بالتفاصيل أكتر بس هيدا الحقائب يعني هالخلاف على الحصص والحقائب هيدا هي كمان تلقى أيام بدك تقول عب يكون فيه خلافات على التوازنات داخل هذه الحكومة هي بقى تعكس هذه التوازنات ولا لا مظبوط هلأ من جهة لازم تعكس هالموازنات أو هي عم تعكسها بس بذات الوقت نحنا مش مطلوب يكون عنا حكومة من مجلس نواب مصغر وهيدي دايما لما بيجي يحكوا منهم يعملوا وزارة وحدة وطنية اللي كل الأعضاء أو الكتب الكبيرة بالمجلس ممثلة هيدا فعاليا ضربت دور المجلس النواب من جهة وضربت المسائل والمحاسب اللي هو ضرب المجلس النواب على الحكومة وهيدا حضرتك خطيتي أصبعك على الجرح هيدا مش اللي كبيرة عنا بلبنان لأنه أي حكومة تيجي أو إجت خلو كانت وحدة وطنية أو من لون واحد فلها تأثير كتير طفيف إذا أو لا تأثير حتى على الوضع الاقتصادي الاجتماعي وعلى حياة الناس ليش بقى؟ ليش بقى؟ مش مقلوب من الحكومة أن هي تكون عب ترعى حياة الناس؟ أقل له على السعيد الاقتصادي والاجتماعي أكيد هوني منرجع ونيجي على التركيب اللبنانية اللي كتير هم الأفريقاء والأحزاب نحن بنعرف أنه مين رح يكون ممثل عنا الطائف وتمثيل الطائفة بالنسبة واللي معروفة وهلأ في تجاذبات على موضوع السياسي والأحزاب ومين بني نال المقاعد المارونية أو الدرزية أو السنية بس إذا منلاحظ بهالتركيبة في شيء كتير غلط فيها أنه ما حداً بيسائل حداً يا بتفقوا الأحزاب السياسية وبيركبوا واحدة وطنية وبيصير توافق وبيغطوا على بعض وما حداً بتتهم حداً بالفساد ولا بالأمو والهدر وإلى آخره أو بتشاطروا على بعض وعلينا من خلال التلفزيون أو من خلال المجلس النواب أو بيكون لون واحد وبيصير تعطيل هون نحن في عنا أزمة بلبنان أزمة حكم أنه هو يتراوح النظام اللبناني بين وحدة وحكومة ووحدة وطنية التي لا ترغب أو ليس قادرة على حلول مشاكل الناس ولكن هي جزء مننا وهدفها تكون في اتفاق إقليمي عليها نوعاً ما واتفاق دخلي عليك توزيع الحصص وبالحالتين هيدول ما بيأسروا على المواطن ومعيشته أما السيناريو الثاني هو أن تكون حكومة من لون واحد وهذه الحكومة من لون واحد نعرف شو بيصير بيصير في تعطيل لأنه ليس هناك بلبنان نحن موالات ومعارضة بالشكل التقليدي لهذه الكلمات بغير بلدين وهذا إذن المواطن اللبناني فعلاً علق بين سيناريوهين سيناريوهين الاثنين بتضروا المواطن والهين هيك عندنا الأزمات نحن صلنا 30 سنة بعد الحرب ومن حل شيء يعني متك أناك عم بتقول هون ما عندك سئة لا بها الحكومة من كان شكلها هيك ولا بها الحكومة من كان شكلها لا بالأكثرية ولا بالوحدة الوطنية وضبط اليوم لكن المواطن إذا هو علق بين هالحكومتين وين المحاسبة بدتكم كيف سيقدر يعمل هو المحاسبة كتير صعب يعمل المواطن المحاسبة بصرحة وكان الفرصة الوحيدة على المواطن أن يحاسب المسؤولين والنواب بشكل مباشر هي كان ستة أيام وفشل أنا برأيي هذا المواطن الكريم بأنه يحاسب النواب فشل وهي ده عنده أسبابه قد تكون لأنه رجع حن عليهم قد تكون لا بده خدمات منهم قد دقون في عامل الخوف وبعتقد هو مزيج من كتير أمور بس نحن نظامنا هون ما يخلى أو فشل المواطن اللبناني وهنا عن جد لازم يصير في مراجعة على هذه الانتخابات وأنه يشوف أنه مش معقول بعد تسع سنين من حكومة من نواب اللي ما قدروا يحلوا ولا مشكلة في لبنان حطونا آخر حكومة كانت إعادة الثقة ذكري كان البيانة الوزاري ولكن موضوع واحد ما حلوه الكهرباء النفايات وبعدين يجوا إلونا هلأ مننا نرجع نعمل حكومة واحدة وطنية بس هل مرة مرفقة بوعود بمكافحة الفساد ويلي عب يقول لك كلهم كل القيادات وكل الأحزاب يلي جويت هذه الحكومة عب يحكوا بمكافحة الفساد مصوت مصوت هيدا حكي كتير حلو ترجمة العملية ما عندك سأخير ما عندي ترجمة أبدا ما فيش عمل يرح يعملوه رح يقدروا يحاربوا الفساد وبشكل كتير بسيط لأنه مين عم يسرقوا؟ لأنه لما يحكوا بهذا الموضوع وكأنه السارقات عم تسير من موظفين بالإدارة اللبنانية اللي هن عم يسرقوا وهن ما عم بيكلفوا خاطرون لا يحاسبون وهلأ لا يحاسبون نحن بنعرف هذا مش هذا المظبوط نحن بنعرف أنه لا الفساد في لبنان على مستوى كتير أكبر من هيك ومغطى من كتير فئات معينة ومعروفة وهنا اللي يجي قلونا هنو جايين حاسبوا هاي دي بس سلعة انتخابية استعملوها فترة ما وهلأ نجعوا قلونا بدنون يحاربوها بس مش هلأ مش اليوم بعد مسير الحكومة إذا واحد عن جات بدوا يحارب الفساد كافة يطلعوا على المجلس النواب أما بالجرائد أما بالتفييات وقلونا نحن جايين حارب الفساد ولا واحد أعطى فكرة على سبيل المثال لما رجعنا برامج كل الأحزاب الأساسية اللي هلأ بتحكي بهذا الموضوع كيف رح تحاربوه لأنه فيه تدخل بين الكتاعة العام والكتاعة الخاص بين الأحزاب والشركات وهون وعننا أفكار نحلة هلأ فيها نحكي فيهم طب كيف نحلة لما نكون كتير سلبيين خلينا نعطيهم الأفكار يمكن إذا عن جات في نية أنه يحاربوا الفساد فيها هلأ نحكي عنا وهذا كمان نحن نطرق عليه بحلقتنا بموضوع مثل سادر مضبوط بموضوع البنى التحتية مثلا هنا في كتير بعتقد مجال للفساد والهدر وفيه واحد يمنعه إذا فيه منيك المجتمع الدولي بهتاق دي ممكن أدرك ثغرة الفساد بالمجتمع اللبناني وراح تكون فيه رائبة مباشرة يعني ما بقى فيه لجنة محددة هي اللي بتكون بترائب برامج سادر يعني يوم لو كان فيه بعض ساقة ما كانوا عملونا مراقبة دولية ولجنة طويلة عريضة لي هلأ هوني عم نفتح موضوع هلأ دورة المجتمع الدولي وعنده هوني إذا ما نشوف نحن بس أعطيك فكرة وخلينا المشاهدين نحن بال2007 لما عقدنا مؤتمر باريس 3 بفرنسا وكان إجا لبنان وقترح 117 إصلاح نفت 26 يعني أقل من الربح والمجتمع الدولي أعطاله تقريبا نص الوعود اللي كان مفهود يحصل عليها لبنان يعني هن وعدوا ب7 مليار أعطوله 3.5 مليار تقريبا أكيد هلأ نحن وعدونا بال11 وعدونا بال11 بأعتقد هوني مش بس في مسئولية على المجتمع المدني بأعتقد المجتمع المدني كتير عارف الموضوع الفساد هلأ هو عنده واجب كمان ومسئولية أنه يوقف هالا الفساد وكمان ما يغطي النظر لأنه في ناس بصدى أصحابه أو بميل لأنه أو مفيدين لأله أو لأنه في موضوع بتعارف الموضوع اللاجئين السوريين اللي كتير مفيد لخصوصا للبنان الأوروبية أنه يعطوا لبنان يعطوا لبنان ونعطوا مساعدات بس خلوهم عندكم لأنه نحمي بلادنا سهيدا فيه كمان لغزك وفيه كتير مسئولية المجتمع المدني يقوم بدوره كما أكيد فيه مسئولية عن الأحزاب والحكومة والمجلس النواب أو الحكومة اللي احتجي هلا اليوم مع تأخير تشكيل الحكومة وين المخاطر على نتائج مؤتمر سادر وين المخاطر اليوم كمان في عنا خطة اقتصادية بدنا نلتزم فيها من أخيرها خطة ماكينزي مضبوط نحن عنا مشاكل كتير أساسية اقتصادية واجتماعية وكتير مننا مزمنة كانت على صعيد البناء التحتية وخلينا نعطي المثال هوني نحن عنا مشكلة كهرباء مشكلة مي مشكلة طرقات مشكلة انترنت وحلا كتير سهل نحن بلد يعني منطلع ضيعة بالهند يعني ما يخزونا يعني 24 على 7 كهرباء ما في يعني هيدا عيب هلأ تحسن الوضع لها؟ هلأ تحسن هلأ عندك هلأ باخرى قبالة الزوق صار في عندك عدم عدالة بتوزيع الكهرباء عن جديد في عندنا أزمة المولدات وأسعار الباهزة وبدنا أسعار عادلة وتشريع للمولدات لك عندنا دولة اللي عندها حتى الأصحاب المولدات الكهرباء ما بيسمعونها يعني بيجي دولة بتحطها سعيرة وعندك الأصحاب المولدات الكهرباء بيقولوا لا هيدا الوضع عندنا ناس مفروض بس قانون ممنوع التدخين ما من نفسه ما من نفسه يعني عندنا تقصير كتير من الحكومة والدولة يعني بشكل عام أنه ما عمل عبوا دورهم هلأ بس نرجع على موضوع القصة البنية التحتية ومشاكلها لأنه عندنا كتير مشاكل نحن اقتصادية البنية التحتية كتير مهم وفرص العمل أكيد والبطالة هيدا مهم وكما عندنا هشيشة في وضع الماكرو الوضع الاقتصادي الكل لأنه نحن كمان بلبنان هلأ مثل ما شفنا قدي تأثير على ما نحن لبنان بيعتمد على كمان أنه يقدر يستقطب أموال من بره استثمارات استثمارات سياح تحويلات من اللبنانيين خارج لبنان كله هيدا بحاجة لألوه لأنه عنا عجز في الميزان التجاري وعنا عجز في الخزينة في ميزانية الدولة طيب نحن قدرت لبنان أنه يستقطب هذه الأمور بدنا نحن حكومة لماذا؟ لأنه لما ما يكون عندك حكومة شو عم بيصير عنا؟ عم بيتصرف البنك المركزي بطريقة لينقذ الوضع ومع بيطلع من فتح كل فترة هندسة مالية بغض النظر شو رأنا فيها لأنه هلأ فيها نحكي فيها هاي بالتفاصيل كمان بس بعدين بعتقد أنه هندسة مالية لا يقدر يشوفه كيف يستقربوا هذه الأموال وبتحويل والاحتقرار النقضة بس هيدا عم بلعب دوره أكتر ما هو لازم أصلا وفي محلات مش دوره في محلات دور الحكومة تلعبها تحط رؤية كل ما ولأنه الجماعة الأحزاب واللي كانوا بالحكم وهلا يمكن رح يجوع الحكم مش وما كف كلفوا خاطر أنه يحطوا خطة اقتصادية حتى هيدا رحوا لزموها لشركة يعني نتصور قدر في كأنه إذا لزمناها لشركة يعني معلش يعني بغيء احترامنا معج للجميع ولا الشركة كمان مكنزي وغيرها بس في نوع من بانكربسي بالإنجليزي يعني مثل ما في كلفوا خاطر هن يحطوا هدي الأفكار مم بعتقد كي صعب واحد يحط أفكار لأنه معظم المشاكل نعرفها هي المشاكل أصلا النقاط اللي حدتها مكنزي معروفة معروفة هيدا أفلاس فكرة عنا أفلاس فكرة من الأحزاب أنه كيف عالجوا مشاكل الناس شو بيعملوا بيروحوا بيروحوا تعني نلزم شركة مكنزي وأزف وكأنه شركة مكنزي هي عند الحل السحري تم هني الأفكار وكل هيدول هيدول صاروا معرفين ما بدا بعتقد شركة مكنزي وغيرها لكن يوم تغييب الإرادة السياسية عن الإصلاح عمليا مزبوط تغييب إرادة السياسية ما في إرادة السياسية تعرفي ليه؟ ليه؟ أمام بهموم المواطن لما ضربت هذه الأحزاب علاقتها مع المواطن أو خليني أقول بالتحديد لما بنت علاقة مع المواطن بشكل مش المواطن يحاسب النواب والأحزاب بل أحزاب هي بتحاسب المواطن من خلال أنوان انتخابات يعني شو عملت ضربت هذه العلاقة بشكل صار عندها مواطن هو بحاجة إلى الزعيم مش هو اللي يعني بقدر هو بيصوته يرجع منيب عبيته لأنه فشل أنه يقدم خدمات للمنطقته وهيدي لما الضربوقة هاي وهيدي عم شولوا عليها لسنين منزمة مش جديدة يعني بس كل ما نشوفها أنه كل سنة عن سنة عم تقوى بشكل أنه تصوّل تسعة سنين نحن رجعنا بالمركز 352 قنون بين 2009 إلى 2017 أقار المجلس النواب 352 منها 352 31 بالصب بهموم الناس يعني تسعة بالمية من الأوانين ومنها هيدون خمسة من الواحدة والثلاثين إجوا من يعني من النواب مش إجوا من مثلا المنك الدولي لأنه أرحضر أنون لمرقوا يعني منشوف جهة تشريعي ضعيف بشكل ما فرق معهم المواطن وهموم المواطن وهذا شيء كتير لأنه ما في عنا هالعلاقة مبنية على شو المخاصصة بمبنية على شو نظامنا أول شيء بتركيبة الحكومة هلأ مين رح ياخد أي قركيبة وآيا خصة وبطول العولة كنت بسم الله معلش تفنجات يعني بأول شيء تصنيفات الوزارة شيء سيادي شيء أساسي شيء سياسي أساسي سيادي وبعدين خدماتية وكأنه يعني لعبة القصة لنشوف بعدين مش هيك بعدين الهمروجة جديدة أنه كل كتلة مؤلفة من أربع وخمس نواب بطلع للممثل هذه جديدة كمان وقبل تتذكري كان فين ثلث المعطل تم كل هيدول ما طلعنا منه للثلث المعطل لا ما طلعنا منه ما شكلنا كل هيدول الأمور كلهم محاولة للنظام والأحزاب أنه يركبوا طقم جديد هلأ هيدا على ناحية العلاقة من الأحزاب بس العلاقة هذه الحزب والمواطن كمان هيدا هي بتتخل فيها مضروبة بشكل أنه شغلته أنه يصادر عادي هيدا المواطن ودور المواطن أنه بس يسوت له هو يعطي له خدمات لما هو عنده بحاجة وحتى هذه الخامات هي منى شي بالنسبة لحق المواطن أنه يطلع له التعليم والصحة والضمان وفرص عمل والآخر من الأمور أستاذ سامي عطالة بي ضوء كل هال مثلا بقوله هالخريطة اللي رسمناها للحكومة أي منحة اليوم بتشوف بمسار التأليف فعلا اليوم عم بيكون في نيقشات عم نلاحظ كل يوم بنحكي بالشي يوم بنحكي بصلاحيات الرئاسة الأولى يوم بنحكي بصلاحيات الرئاسة التالتة اليوم شو عم بصير فعليا على الصعيد الأنوني السياسي بمسألة التأليف الحكومة حلو برأيك نحن حتى تكالت شيء كتير مهن عم بيحكوا عم بيحكوا عم بيحكوا عن الصلاحيات دستورنا واضح ولا حدا بدو يحكي عم بيحكي عم بيحكي عم بيحكي ها يعني بدو يقول أنا شو صلاحيتي من موقع هذا ولا بدو يحكي عم بيحكي عم بيحكي حتى بالمصطلحات اللي بيستعملوها عنا مشكلة يعني تصوري قدي سهروا انه أنا والله دوري من كرئيس الجمهورية او منشلس وزراء او منشلس النواب شو صلاحياتي وبعدين اذا تقزمت الامور من السير شو أنا لا الشارع السني أو الشيعي أو الماروني وإلى آخره ما بيقبل وكل هالهمروجي وكأنه يا لطيف هني عم بيحافظوا على شي كتير أساسي وبطلع إخرتها كلها قصة على أشخاص ومواقعهم وحزبهم وكم شخص حواليهم صراحة لأن هيك هاي دي كلها عب يختصروا عب يختصروا كل يعني إذا بكتخذت المسيحي بيختصرون بهال ومع أنه مش هيدا هو مطلبهم لا لا وهيدا شي كتير يعني نحنا هيدا وهون بيخلي المواطن السيرئين بقول مظبوط لا ولا نحنا صلاحيتنا إذا كان هو من طائفة معينة بخطر وإلى آخره وبيخلقوا الشعور بالقلق أنه هيدا الطائفة هي بتحت ضغط أو سيطرة من طائفة تانية وخد بقى هيدا النعرات الطائفية اللي هن كتير شطرين أصلا يولعوها لمكاسب أخرى وهيدا نرجع نذكر أنه هيدا شي كتير خطير اليوم تشعر هيدا الجوقة موجود يعني اليوم هل فيه اتجاه أنه المسار لوين بدون يوصلوا هلأ نحن عنا هون بدون فيه سراع واضح مثل ما بلشنا الحلقة وذكرنا فيه سراع داخلي والخارجي بعثاً السراع الداخلي بس على السريع عنا على مقاعد المرونية أكيد من حزب القوات اللبنانية والطيار الوطنين مسيحي مسيحي على صعيد السنة أكيد المستقبل وبنواب السنة اللي هن مش خارج يعني العقاد المعروفة وإذا بتشوفي كل واحد لماذا بدنا نستحضر ليش عب يصير في استحضار للعقد الخارجية والصراع الإقليمي اللي جاري اليوم يعني عم نلاحظ أنه كمان صرنا بلشنا نحكي يعني عم تنفتح ملفات جداً خلافية معروفة أنها خلافية من كان العلاقة مع سوريا من كان إذا بدنا نقول المحكمة الدولية من كان ضغط هيدا كله ضغط برأيي أنا على بعض لك أعرف كل واحد أدي حجمه أدي أو يحجمه بعض لا يقدر واحد يكتسب مقعد هون ومقعد هون بس هاي دي كله ما بعد هي رح تكون مفيدة لأنه لهذا الضغط آخرته يا بدو يسير فيه نوعاً ما وهون رح تاخد وقت هذا الاتفاق اللي حيقدر يدو يتوصلوا عليه بشكل أنه يعرف كل واحد أنه من الأفضل أنه يخي نتنزل من هون لأن نضلنا من هون لأنه كما قلتلك نحنا بوضع يعني هون أنت ملاحظ أنه كل الأفريقاء مليمون هيدا لستاتيكو حتى من ضمن حزب الله باحتقد ما كتير لأنه بعدين بدو لأنه هيدا يعني خلينا نشوف إذا بعض الأفريقاء في منهم بيأزي العهد مثلا إذا مصر في حكومة عديد نحنا عملها يمكن بيأزي بعض الأحزاب التانية اللي هي مضطرة وبدأت تفوت بالحكم وتمشي مشاريعا كمان طب ما هن نكون هكا كثير قائعين فيه مصاري يجي بدون يستفيدوا منا فيه كتاع خاص وعندهم هن كمان مصالح بهذه الشركات كمان طب بس هلأ اليوم لما بيستعملوا لغة التهويل من خارج الدستور طب اليوم مين اللي بيكون لأله لمصلحته يعني هل بيكون لمصلحة العهد يستعمل هذه اللغة أو هل بيكون لمصلحة حزب الله أو بتكون لمصلحة الرئيس المكلف لمين موضوع التهويل هيدا أدات أدات بيستعملوها من بعض لا مثل ما قالت لا يفرض على بعض شروط لا يجربوا يخفضوا أو يخفضوا كل واحد يخوفوا في الثاني بصراحة هلأ وهون في مشكلة من هو اللاعب الأساسي بكل هالقصة إذا كل واحد بيفرض الشروط بيكون في واحد يعني بيناتهم ضابط اللي قاعة بعتقد يعني ما بعض إذا في ضابط واحد لأنه في معقدة الأمر أكتر من هيك خليني نبضح ليش لأنه في قد يكون بعض الأحزاب يمكن هن عم بيطرحوا شغلة أساسية برأيهم بس كمان هن من بعض مش متفقين أو على مش ذات السبب يعني خلينا علاقة مع سوريا هل يطر حزب الله والطيال الوطني الحر الاثنين بدون علاقة مع سوريا بس هل يطر لأزداد الأسباب بيطرحوا السؤال واحد لازم نفكر فيه ونعرفه هوني بعتقد إذا بنشوفها أنه التحديات اللي عم تصير الداخلية والإقليمية بشكل أنه حتى بين خلينا نحكي بها النقطة بالزاد عم تقللي أنه مش نفس الأسباب ولكن لحديث هل ما شفنا أنه فيه تميز بالموقف هنتي جال عليها مع سوريا يعني من كان حزب الله ولا كان التيالوطني الحر رئيس الجمهوري بيري حتصل بالرئيس السوري بشارق الأسد والوزراء عم بيطلعوا على سوريا يعني أنه معا بيكون فيه تميز بها النقطة بالزاد بين حزب الله والتيالوطني الحر ما فيه تميز بعتقد الاثنين بدون بس لأسباب مختلفة هيك أصلي قوله يعني وهون كل واحد شو الأسباب مثلا اليوم عند حزب الله بعتقد حزب الله واضح واضح أنه موجود في الأرض السورية ورح يضل ورح يضل وبس حتى كمان حيضل ما هون من نفتح الملف في سوريا روسيا عندها تحدي كتير كبير لأنه هي عم تجرب تواكب الأمور من كذا صعيد يا هي من قصة إيران وإسرائيل ووجود الإيراني في سوريا وقدي هيدا بتتحمل أو بتقبل في إسرائيل وأنا ما بقبل حتى لو رجعتون 85 كيلومتر من الجولان أو كمان التحدي اللي عم بيصير هلأ بالشمال بين تركيا والنظام اللي مضبوط وكيف بدو سير الخلافات سو كل هيدا الأمور الروسية بعتقد عم تلعب دور تجرب تنسق بين كل هالأفريقاء هلأ كل هيدا كمان عنا بس بكل هود شفنا فيه تصعيد من عند حزب الله يعني اليوم فيه تصعيد بتأول شي طرح الموضوع العلاقة مع سوريا استقبال الأمين العام لحزب الله الوفد الحوثي بما اعتبر خروج وعدم التزام بسياسة النائب النفس وأنه هيدا بتتعرض لبنان لمزيد مثل ما بقولوا عليه مثل ما بقولوا يحطوا سبوتات عليه نظر وهون بيصير أنه الخوف بالمعنى أنه نحن بوضع أقليمي صعب ودولي صعب خصوصا بإدارة ترامب خصوصا أنه في عقوبات والتهديد بعقوبات مثل ما شفنا على إيران ما بنعرف نحن شو هيدا فيه ترويج إسرائيلي من زمانه عم برجعه وهلا بيحكوا فيه أنه أحسن طريقة أنه نواجه لبنان هو من خلال العقوبات لأنه مش بالحل العسكري بالحل الاقتصادي وهيدا واضح أنه كارسي علينا بس كان فيه قبل يعني عم بتحكي بالعقوبات الاقتصادية بس كان فيه وأمريكا تدرك أنه ما فيها تعمل عقوبات اقتصادية على لبنان لأنه هي كمان هلأ عم بتأكد على استقرار لبنان يعني عم نعم مؤتمرات دولية مؤتمرات دولية لدعم لبنان بتكون هي تتقاطع كمان مع العقوبات لا أكيد لا بس نحنا عم شاري بقوله أنه في هيدول الوضع اللي عم نشوفه نحنا كمان بشكل عام في عدم رؤية واضحة كمان من الغرب بشكل عام وبخطوب التحديد من أمريكا على على وضع لبنان يعني بأعتقد ما فيها ناخده مثل بقوله فور جرانتد هيدا يعني نحنا وهلأ إذا كانت حكومة من لون واحد يعني إذا فيه أحزاب دفشت كتير وبشكل بالأحزاب بتأليف الحكومة وخلوه هون وبشكل أن الفريق الثاني قرر ينسحب هيدا وصد من لون واحد هيدا بيحض لبنان بمأزك أنا برأيي دولي وكان يعرض لبنان إلى مخاوف أو إلى عقوبات بشكل أن نحنا بغني عنا خلينا نكون صارحين هيدا في حال كانت في حكومة أكثرية أكثرية مصبوض وهون بدأ تكون لون واحد مصنق الشيعة والتيار الوطن نحنا وقعنا هلأ بفخ عنا كمواطنين نحنا هلأ مواطنين بفخ فيه نحنا فعلا بفخ يا إذا وحدة وطنية وأصلا نتمقلت لك رح نصير طب زيار صحو ما حنستفيد وإذا كان لون واحد سأعنا في وضع أسوأ يمكن لأنه ممنع الشيح يجي من الخارج كضغوطات على هذه الحكومة وهون نحنا قدي حساسية هذا الوضع من جهة إقليمي ودولي على اللبنان وعلى الاكسترار النقدي والمالي على لبنان وغير التحديات الداخلية الاتصادية الاجتماعية اللي ذكرت قبل اليوم رئيس الجمهورية عم بيأكد على سياسة النائة بالنفس واليوم مبارح كان عم بيحكي وعد ببحث الاستراتيجية الدفاعية من بعد تشكيل الحكومة يعني ما أنه كلام جديد بس أنه يمكن تزامنهم مع زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى إلى بيروت للبحث بالتزامنا بالعقوبات المسائل محدد من لبنان إلى دول الخليج وإلى أمريكا تعتبر هذه الردود من الرئيس الجمهورية كافية لتطمين المجتمع الدولي ودول الخليج يعني إذا بدنا نقول أو كمان الكلام في مكان والعمل بمكان آخر نشوف أديه هلأ المجتمع الدولي سيقتنع من هذه المبادرة بس واضح من كلام الرئيس يعني هو مدرك على خطورة الوضع ومدرك أنه لازم يرجع على خطاب النائب النفس بغض النظر هلأ شو معانية النائب النفس وكيف لبنان لازم يكون بنائب نفسه وإلى آخري بس اللي عم يعمله هو هلأ نوعا ما عم برجع يغطي شوي اللي بعد الإجراءات أو الأمور اللي صارت حضرت كتا كرتية أنه لا يقول لا نحنا يا جماعة رح نرجع قصة النائب من نفس اللي جعنا الحكم فيها بتذكري من وأخذ خطوة أكبر ما هو بقدر يتحملها بالموضوع وتدعيات عدم النائب النفس بس كمان نرجع نحكي شو هو معانية النائب النفس بصراحة هيدا وهلأ نترى نضحك على بعض أو نضحك على المستوى الدولي أما كل واحد كأنه يريد يحكي عنه وكل واحد حظ بيقول نحنا من نائب النفس أو نحنا يعني نجع من نتذكر نحنا اللي صار بشهر 11 هديك السنة لموضوع الرئيس سعد حريري شفنا كيف رجع وقاله نجع نائب النفس كيف تترجم هذه النائب النفس نعدم التدخل بشؤون الغير الدول العربية ما ندخل بشؤونها ولكن أكيد التطبيق العملي ما عم بيكون بس أقله إعلاميا ولكن اللقاء الأخير يلي صار بين الأمين عامل حزب الله والوفد الحوتي والاتصال يلي نعمل بين رئيس الجمهوري والرئيس السوري يمكن خلى نوع من أحياء والعودة إلى الكلام عن النائب بالنفس بس ما من ننسى كمان أنه المجتمع الدولي كمان اليوم عم يحط لبنان كله يعني بيحديث وبتناوله للبنان اليوم عم يحكي كأنه لبناصر أصبح خاضع تلقائيا إلى سياسة حزب الله بعض الناس عم يروجوا لهذه الفكرة بحتيات معقد شوية أكتر من هيك ليش يعني نحن وسبق بعض الانتخابات اللطيف لما بعض الانتخابات النيابية بلا شو حكي كتير وخصوصا من الأجانب والمرسلين الأجانب أنه لبنان أصبح في خانة حزب الله كلام خطير ليش لأنه أصلا ليش هل هذا صحيح هذا الحكم هل هل الواقع بينفي هذا الكلام خلينا نحك لأنه لما يجي يقولوا هيدا الحكم وكأنه لبناء يعني يجي بيقولوا أنه الحزب الله ربح الانتخابات وهو زد عدد المقاعد طبعا يمكن واحد لكن هي مش قصة الانتخابات يعني إذا واحد مش معقول هو مع حلفاء زد أعدادهم مزبوط كما الحلفاء بس كل الأخير أخذوا حزب الله من المجلس النيابي هو الثلث الثلث المقتل مجلس إذا أنت تسمع الجنرال الإيراني قائد الحرس الثوان هو لو ما حدا نفيها لبنانيا حتى حزب الله يمكن أن نخفف لوططة بس ما نفيها مزبوط هذي كانت وقتا حتى استعمل أغلاط الأرقام بالغلط يعني بمطل الأحوال عنده يمسك بالبرلمان عمليا بس هل يمسك بالحكومة بس هم معقد شوية أكتر لأن لأن التعائدات في لبنان في تحالفات أكيد ما حزب الله من الطيال الوطني الحر وهذا يعني إذا كل ما إذا كان الطيال الوطني الحر ما حزب الله والشركة وأكيد هني عنده نوعا ما اللي بيكون الأكترية بالحكومة وبمجل النوبة بس هون بده يشوف يعني هيدول التحالفات تتغير وبعتقد عندنا نحن أربع سنين جايين كمان في عنا انتخابات رئاسية عنا انتخابات نيابية عنا انتخابات بلديات ونشوف كيف الأفريقا والأحزاب اللبنانية كيف تتموضع لأن هي كتير شاطرة تتموضع إذا بدنا نقول المستقبل للمعركة الرئاسية المقبلة بداية قبل ما تكون النيابية بعتقد هذي جزء منها مش الوحيدة بس هذي جزء من اليوم له كلمة الفصل بمعركة الرئاسة من الذي يقرر اليوم بمعركة الرئاسة يظل الوضع الراهن اليوم عم نشوف أنه كل الأوراق عم تنفتح يعني الأفريقاء في يلي بيحبوا يعني اليوم من هو صاحب النفوذ الأقوى بمنطق الانتخابات الرئاسية أو تعتبر من السابق اللي قوين وبعد ينحكى بهيك موضوع يعني بعتقد هلأ ما بعرف إذا فينا حدة شخص أو حزب أو مرجع أو جهة بس واضح من توزيع أو الحصص وخصوصا بالنطايا الوطن الحور وحزب الكوات اللبنانية يعني كثير ومثل ما يعني بعتقد الكوات اللبنانية ربحت إذا مش غلطان أربع أو خمس مقاعد إضافية مارونية وهيدا إذا مش غلطان أنه الطيال الوطن حصل على 38% من أصوات المارونية والقوات اللبنية حصلت على 30% يعني شفتنا بهالانتخابات أنه من جهة خدتك عم تقول مظبوط شفتنا أنه الصعود لحزب الله وحول عفاقه من جهة ولكن لا نذكر في ظهور آخر بين القوات اللبنانية من خلال كسب عدد لبأس من الملح ما نجرب كراءة نحن نرى من نوع مثل الـ لا هناك جهة طالعة من هنا مع حزب الله وحول عفاقه وفي جهة آخر ضد هل يقوموا توازن؟ كتير معقول عملوا توازن لأنه هيدا في الجهة التانية كمان هيدا بدون نهاكس على تشكيل على الحكومة هيدا إذا استدركوا أنه هني إذا جربوا ما هو إذا كل ما جربت أنت تسيطري على الوضع بشكل عام فيش مظبوط سيطرت عليه بس كمان عندك مسئولية طب من جهة هني صاروا أقوى بس من جهة تاني بدون نحاربوا الفساد فمتقصري يعني أنت بدك تكوني كحزب حزب الله عم بحكي بالتحديد إذا هو يقول أنا بدي حارب الفساد ورجع إلى السيد من جمعتين حتى ثلف النائب علي فضل الله عظيم طب إذا كل ما هو بده حصة أكبر من الدولة أو بده هو يكون متقدم عنده مسئولية ومسئولية محاربة الفساد لكن شو العذر لكن ما بتحارب الفساد لكن طب ما أنت سنعندك هلا مهون الأصدقول اللي هي منا به السهولة أنه والله سيطر على كلمة واحد وقال أنا قوي وسيطرت كل عنده فيه تحدي ومسئولية أنه يبرهن أنه شو عم بيعمل بهالسيطرة أو الأول اللي أخدها وهون اللي بعتقد شوية معاقدة يمكن في جهة رح تقول طيب تعرفوا خلينا نوطي السقف لما نكون نحنا كتير عم نقول نحنا سيطرنا لأنه إذا سيطرنا وأخدنا وزارات أكتر وما قدرنا نقدم هذه مشكلة كمان ونعرف نحنا أنه هالفساد في هالبلد اللي فيد بالإدارات العامة ومستشري كتير صعب وفيه حلفاء وفيتين معهم وعم نغطي لبعض وإلى آخره لا مش بها السهولة وهون القصد يقوله أنه ما في من يجي يقول والله في حزب خلص يعني يمكن أول من تاني ورح يقدر يساعد رعا تاني لأنه في هالبالنس اللي بده هني بين بعض يجربوا أنه يخلوها بشكل أنه ولا واحد بده يفرج حاله أضعف أو ضعيف ولا واحد تير قوي لأنه كمان في هالمسئولية أنه يعمل شي به هالقوة أو بالسيطرة هيدا عبتخد أنت التفسير الداخلي يعني اللعبة الداخلية طب إذا هذه اللعبة الداخلية تمدد إلى أنه تكون لعبة إقليمية بتحس اليوم أنه عبتقول لبنان بعد ما صار عبتشك أنه يكون صار بتحت سيطرة كاملة لحزب الله أو بكلم آخر ضمن محور الممانعة ضمن محور النفوذ الإيراني بعدنا قادرين ينعمل توازن أنه لبنان يظل موجود ما يكون في يعني لعبة الصراعات داخل عليه مصفوط وهنا بتشوف نحن من 2005 بعد انسحاب الجيس السوري من لبنان شفنا ورغم 8 و 14 بقيت توازن محدد بقيت توازن يعني رغم فشل إدارة البلد على صعيد الإجتماعي شفنا شي أعتقد ملفت أنه هيدول الجماعة والأحزاب برغم خلافهم بخلوا البلد ممسوق أمنيا يلي هو مستمر كمان مستمر هذا شي ملفت ليش يعني لما قعدوا بالداونتان سنة ونص وخيموا إذا بتتذكري ولما رجع صار في شلل وهون وهوني وصار في مصفوط شو عم بيقولوا بس بعتقد لأنه هذه في دمانة منهم كلهم أنه هن فيهم يستعملوا الشارع لكل واحد يفرجوا عضلاته بس آخر طالما ينزلوا على الشارع مش عم ننزل نحنا بينزل لنعمل شغب بعتقد كلهم متفقين أنه بس هي عملية أنه نشد شوية الحبل كل واحد من التاني بس خلينا نشوف هيدول الجماعة عندهم استثمارات بالبلد بتهمون ما فيهم يقلبوا ولا الكطاع المصرفي ولا الكطاع الريل استيت كلهم عندهم مصالح فيهم سوهن رغم اختلافهم السياسي والإقليمي مستعدين أنه ما يقلبوا حكومة قوي هيدا بس ما حدا نقدر بالأمن وستبت تذكري كل ما يصير فيه مشكلة بيروحوا بيحلوها داخليا هيدا على صعيد الأمن الأمن الاجتماعي والاقتصاد هيدا شو هيدا كارسي هيدا كارسي لأنه منرجع على حالي وإذا اختلفنا ما منوضع شي بيصير فيه نوعا ما من شو مثل نوع من أنه بيجمدوا البلد شلل شلل شكرا راح كلمة شلل هلا بس بالحالتين نرجع على بيت القصيد وهو هو أنه هذه الأحزاب ليست قادرة على حال مشاكل المواطن المواطن اللبناني مواطن المواطن يجب إدراك هذا الوضع لا يعرف أنه هو إذا بده حلول جذرية لهذه الأمور بده يلعب بدوره وبده يحرر حاله من أو الخوف ومن الزعمة وزعمة الطواقف اللي مسكينه بخوانيقه من خلال تقديم الخدمات اللي كتير بسيطة لا يكسبوا أصوات ومقاعد من خلالها هذه الموضوع وهنا بنرجع شو هي لليكون عنا نحنا تحسين في موضوع المسائل والمخاسب نحنا إذا نشوفها مش بتسير من مواطن نحنا عنا شو قضاء كيف مين بيحاسب القضاء مسكين القضاء الأعلام دول الأعلام مكتير مهم الأحزاب من بعض اللي كتير لازم تحاسب بعض كمان هيدا معنا لبنان غير موجود الأجهزة الأجهزة الرقبية تم كل هيدول بلعبوا دور بس نحنا بنشوف كيف هني استولوا على جزء كبير من هيدول المكونات وضعفوا شيء اسمه المسائل والمحاسبة حتى بالانتخابات اللي شفتنيها حتى هيدا دوروا وهون نرجع وهون لازم يكون كتير علم إنه نحنا إذا إجت عنا حكومة مش معناتها نحل مشاكلنا ونحنا متمنى إنه إذا فيه عن جد إدرة أو في نية من هالحكومة الجديدة ونحنا حنكون إيجابي خلينا ما نكون إنه خلص إنه ما نحكم عليها نحكم بدهم يجوا يحطوا بيان وزاري وياريت بيكون هيدا البيان الوزاري شرحا يرتزموا فيه ومقتدر يعني إذا قالونا يجبونا كهرباء ويحلوا النفايات هيدا بيكون إنجاز بلا ما يعنونا الشعارات 6 صفحات وكلها بصراحة للكب حقوا حقوا وسمعنا حكي يعني بعثين المواطن بيعرفوا الشي ويركزوا على كيف بننقذ بدهم يحاربوا الفساد مثلا يخطوا مثلا خلينا يخط تكون شيء واقعي يعني خلينا نحكم بالبنى التحتية المشاريع بتيجي خلينا يكون شفافة كيف تيجي مين بيقدم على المشروع مين بربح المشروع هل هذا أحسن كتب للمشروع فيه تطبيق على مستوى عالي كل هيدول مهوني هون اللي عم بيصير السرقة مش عم بيصير انه في موصف سرق مصاري لا كتير أكبر من هيك بالصورة العامة اليوم اذا بتيجي بتطلع لبنى بتلاقيه صغير بالتطورات اللي عم بتكون حواليه بالمنطقة عندك خوف انه بهذه التطورات اليوم ارتسام الوضع في المنطقة بانه اليوم تشكيل الحكومة سينتظر او في لبنان يعمل حكومة بمعزل عن كل هذي التطورات يعني من واجب الاحزاب السياسية بتكون قد المسؤولية انه يقلفوا حكومة بأسرع وقت ممكن هل قدرين يعملوا شي مهوني لانه اذا كل وقت هدول احزاب عم تشوف وعم تتموضع لانه بالتغيرات اللي عم تسير بالمنطقة وبالتحديد بسوريا وكيف هدل النظام هني كان رح برجع يواكب الامون بشكل وعم نشوف كيف شو دور الروسية وبعدين عم نشوف شو دور ايران وبعدين عم نشوف دور السعودية كل ما يكون عنا الاحزاب اللي عم بيطلعوا لبره لا يشوفوا كيف بيتموضعوا لجوة وكيف بنيقضوا الحصص هذا غير مفيدة المواطنة اللبنانية وهذا شيء كتير سيء لأنه هني عم بيرهنوا كتير سيء ويريد بيكونوا قد المسؤولين أنه لا نحن بدنا نلعب دور أساسي بدنا نخلي لبنان أنه قائم ويلعب دور مهم بالمنطقة بدنا يعادة تشكيل الوضع الداخلي من من التحديات اللي عم نواجهها وحاجة نفكر بالمصالح الضيقة والمصالح الإكليمية قلت أنت بمطلق الأحوال لأنه من كانت حكومة أكثرية ما رح يكون عنا رح عنا أزمة ومن كاننا بحكومة وحدة وطنية عنا أزمة تانية ما هي الحكومة الصيغة الفضلة للحكومة اليوم يلي هي بتلاقي ويكون عنا سئة كلبنانية وكمواطنين أنه هاي دي الحكومة ستعمل وبدو يكون عندها حلول للملفات أي وحدة يعني يعني إذا نحنا قلنا ما بدنا حكومة وحدة وما بدنا حكومة أكثرية حكومة شو بدت تكون أرار أنه يجو نقول وهم يجو يقولوا أنه كفى هذه الطريقة اللي نحنا بنشتغل فيها كفى توزيع الحصص كفى هذه المخاصصة بالملفات بشكل أنه كل حزب يجرب يستفيد ويفيد بعض الناس أو جماعة كثير ديئة من المواطنين مش مواطنين مواطنين هني أكيد بس أنه بيكونوا يعني ذو نفوس إذا صار فيه أرار أنه لا نحنا هذا الوضع غير مستدام وما فيها نكفي فيه يعملوا حكومة اللي بدون إيها بشكل أنه هي يكون أخذ هذا بعين الأعتبار وفيها تكون ساعتها وحدة وطنية بس فيه إدراك أنه لا يا جماعة هيدا الحكومة وحدة وطنية لكلنا لكن ما فيه مشكلة بوحدة وطنية بس نحنا اللي عم بقوله أنا كلمة يكون وحدة وطنية بس بتكون وحدة وطنية بشكل كتير ديئة بالمعنى أنه هي بس تشمل الأحزاب الحكمة والكبيرة وإلى آخرها وما فرقه مع هموم الناس هيدا هي الشيء كتير اللي مضروب بلبنان هالعلاقة بين الحزب والأحزاب والحكومة والمواطن يرجعوا يستعيدوا هيدا الدور وبعتقد إذا هيك عملوها فيه كتير مجال أنه واحد يبني لقى شراكة وهي كان هي هاي الفكرة نظريا أنه يعملوا وإنه شو الفكرة أنه تعالي نجيب كله اللي عمل الحكومة وحدة وطنية وكل الأحزاب والطواقف ومثلة مضبوط بس لك لأنه من خلالها رح نكون شو كنا أحسن بس هي مش هادا هي بس الزعمة هن وطن أحسن وبعض المستفيدين من هذا النظام والباقي معلش خليني نقولها بكل صراحة الفقير المسيحي مثل الفقير السني مثل الفقير الشيعة مثل بعض هموا من زيتها ومشاكلهم من زيتها مثل ما هن ما حدا يفكر حدا أنه أحسن من تاني هن الفوق مرتحين ومبسوطين وبيشربوا مع بعض وبتغدوا مع بعض وبيسهروا مع بعض وبعدين بطلقوا على تلفزي بعضوا مع بعض بس بيرجعوا مسرحية مسرحية يعني حرام المواطن اللي بيصدق هالأمور وبيصدق هالنعرات الطائفية لأسباب على حسابه ومكاسب على حسابه هل بتلمس اليوم بالجو القائم في إرادة سياسية من هيدا النار لهيك حكومة ما بعتقد شايف أنا في إرادة أنه يحصنه في كتير حكي أنه بدون يحصنه بدون هيدا بس خلينا نشوف وخلينا ننطر الحكومة وخلينا نشوف شو الإجراءات رح يتخذها بموضوع الفساد أولا كانوا عم بيحكوا على الفساد فضلوا فساد كلكم حكيت ونحن شفنا كل البرامج الانتخابي وخلطة الزكاة كلهم عم بيقول نحارب الفساد وغير أنه خالية وضعيفة وركيكة وسخيفة معلش خلينا نقولها ونحن عم نحكي من ثقة لأنه رجعنا كل برامج كل برامج الموجودة وشفنا معظمهم بصراحة سيئ مع كل أحوال بس خلينا نكون إيجابية لإذا أنجد فيها النية في حكومة تتألف وأول ما تتألف نشوفها البيان الوزاري اللي إن شاء الله يكون عنده غير معنى ويكون نكرة أحسن بس هذا مش كافي أبدا لأنه منعرف نحن البيان الوزاري ما ألو إيمي خلينا نشوف بالتطبيق إذا فعلا هدل الجامعة منقدر نعرف من أول جلسة أو الجلسات إنه إذا فعلا رح يعملوا جدية أم لا وهذا بنحكم على اليوم لما بتتشكل هذه الحكومة لهن بتخلص حلقتنا أنا بدي أشكرك المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات سامي عطلة شكرا وأهلا وسهلا فيكم إن شاء الله يقول لنا حلقة تانية معك بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من منشاة المساء بجدة شكري للمدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات سامي عطلة وأشكر أيضا فريق العمل الزميلة كارول كرام والمخرج بيير جامو دعاء حمسي فرح كانت معكم من وراء المايكروفون شكرا للمتابعة